السلام عليكم و مرحبا بكم مره اخرى في القناة دائمين الى نفتنال جيس بان شاء الله ستكونوا بي خير و على خير الوصفة اليوم ستكون وصفة لتبديد المناطق الداكنة و ايضا المناطق الحساسة من بينهم الرقبة و الكوعين هذه الوصفة هذه البنات جاني طلب عليها كثيرا و جيت اليوم نقدمها لكم كل الوصفة اليوم ستكون وصفة مضمونة و مجربة و كيف ما عودت السيدات و الغزالات و الحبيبات على قلبي انها وصفة بمكونات جد بسيطة و رخيصة كيف ما كيبغي السيدات الوصفة اليوم ستكون بوحدة تدي المكونات اللي ساهلين و بساط و ستلقوهم بغتو سنجزل المكونات و طريقة التحضير اول مكوين اللي بنات ستحتاج له هو الارز فودرة الارز ايضا سكرسانيدا وايضا الكوركم وايضا ستحتاج الماء ورد قلنينات ماء ورد هذه دي ما كنتستعملها لبنات الوجه ديالي كونوا متأكدين ان الماء ورد في اي وصفة استعملتوه غادي ارجع ليكم الوجه غزال ايضا كاعدة واحد الانتعاش الوجه حتى الجسم بالكامل فكنسحكم انكم تستعملوه لانه غزال بساف ايضا غادي نحتاجو زيت ورد اما زيت ورد اما ماء ورد كيف ما بغيتو هذا اللون ديالو كيجي ابيض لبنات يعني اختاروا له شو اللي بغيتو اما ماء ورد اما زيت ورد انا هنا ديجا وضعت جميل عناصر التي تكونه من بودرة الارز كوركم وسكرسانيطة وماء ورد سنوضعوه دابا حاليا لانه باقي ما وضعتوه ومن بعد سنوضع زيت الورد ونخلط جميع المكونات ومن بعد ان شاء الله ارجع ليكم نستعمل 1-3-4 ديال معالقة زيت الورد لان زيت الورد غزال بزاف تبيض الماناتك الجسم والماناتك الحساسة وبعد ما خلطت جميع المكونات ايضا جميع العناسر التي تكون من ملعقتين بودرة الارز او ملعقة صغيرة اخذوا دائما الكمياد ايضا خديت ملعقة الى ملعقتين كوركومة او الخرقوم البلدي ايضا وضعت ملعقة سكارسانيدا وايضا زيت الورد او ماء ورد او لا ممكن تستعملوهم بجوجهم في هاد الوصفة وطبقت الخليط على كامل اليدين كما تشاهدو في الفيديو انتوما غتطبقوهم على المناطق اللي فيها سواد اي الرقبة المناطق الحساسة بصفة عامة وايضا غتتعملوهم على الكوعين اللي كيكون فيهم دائما السواد ودائما كيتشكو البنات او السيدات من هاد المشكل هادا هاد الوصفة البنات غزالة غزالة بزاف كيبان النتيجة او لا الاستعمال ديالها كيبان من اول استعمال يعني من اول استعمال كتبان نتيجة لبنات سكونوا مساكدين كتعطيوا حد البايا غزال بزاف ورائع غير هو كتبغي المداومة شوية يعني لو قطعتوها كيرجع السواد كيفما هو فدائما خس المداومة كمسا يمشي لكم السواد بصفة نهائية في اي وصفة اكيد ماش يغير في هاد الوصفة في اي وصفة طبيعية لانها الصن بوصن طبيعية ما كسكونش يعني بمواد كيماوية اللي منشأنها انها تدركم بالبشرة ديالكم وايضا بالمناطق الحساسة ديالكم هاد الوصفة هادا غزالة لبنات ممكن ايضا استعمالها حتى على الوجه ديالكم ما غادي لكم الحساسية لوالو سوا انها غتصفر لكم شوية الوجه ما ماشي مشكل من بعد كتعملوا واحد القطن فيه ما ورد و تمسح به كامل الوجه ديالكم من بعد ما كيبقاش ديك صفورية لانه بزاف السيدات كيتخلعوا من هاد الموضوع هادا كيقولوا انهم انفو كيستعملوا الكوركم كيرجع لهم بجههم صفر اكيد الى كان فيه ملونات غدائية و الى كان ديال اكل مطابعة الحال كين واحد الكوركم البنات هو ديال وصفات ديال جمال غتلقاوها عند المختصين في بيع هاد المجالات وايضا عند العطار والعشاب كين ديال الجمال و ما كيخليش الوجه صفر نهائيا ولكن ممكن تستعملوا حتى ديال الاكل و كيف مكتلكم ما تخافوش لان الصفورية كتكون من الملون الغدائي فقط و كيف مكتلكم كتطبقوها على اليدين على الرقبة على المنطق الحساسة تخليوا واحد ربع ساعة حتى تلتلوت ساعة حتى الساعة اذا كان عندكم وقت فارغ اكيد من بعد تمسحوا او لا تغسلوا المناطق اللي وضعتوا في هاد الوصفات و من وراها اكيد تستعملوا مرتب للجسم ديالكم اللي اكيد كيكونوا بنكهات مثل نكهات الوز الافوكادو صراحة هاد النكهات هادو من اروع النكهات اللي كيعجبوني في ترطيب الجسم لانو كيكونوا بوحد نكهات و ايضا نكهات الخوخ و الفرز فكنسحكم بها الى بغيتوا اكيد تستعملوها و كيفما اكتلكم من ورا ما تستعملو هاد الوصفات الناس اللي سيسولوني فخانت التعليقات شحان نبقى مدومين عليها على الاكتر على الاكتر ستستعملوها وحد خمسة مرات في الاسبوع اكيد ممكن استعمالها يوميا الى بغيتوا حتى يمزيانا و نتمنى يربيتنا الاعجاب للكم هاد الوصفة لانه صراحة بمنكونات جيد جيد طبيعية و ما فيها لا ضرر لولو الجسم ديالكم ايضا حتى الوجهة ديالكم و ما تنسوش تدعموني بلايك تشاركو في القناة ايضا ضغطو على زيال الجرس وايضا تابعوني على موقع التواصل الاجتماعي جميع الرابط غادي تلقاها في صندوق الوصف شكرا لكم على حسن المتابعة و الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة